السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة عندما تكلمت عن الشيخ الزاهد رجل الطيب سعيد بن جلال القحطاني في أحد المقاطع كانت مجرد خاطرة لم أكن أتقصدها رأيت مقطعنا اليوتيوب وعلقت عليه ولمكن أعلم أن هذا المقطع سوف يكون له مثل هذا الانتشار وهذه المشاهدة وحصل على بعض العجابات ولكن هناك ثلاث أشخاص وضعوا عدم إعجاب فأنا أعتذر منهم لأنه لم يكن المقصود هذا الشيء هذا الرجل الطيب يبدو أن هناك اهتمام به الآن وجميع يتكلم عنه وقد قرأت عنه قليلا في الإنترنت فهو كما قلنا رجل علم كان حصل على شهادة عالية لا أدري هل هي في علم المحيطات كما تقول إحدى الصفحات أم هي في الفيزياء النووية ثم عاد ترك دراسته من أجل والده بعد قصة معينة واعتنى بوالده ثم عمل في المجال العسكري ثم استقال منه منه ليتابع العمل في العقارات والتجارة وله يعني كما يقولون في منطقة خميس مشيط في السعودية له هناك على كل حال الآن في اهتمام بهذا الرجل الطيب الذي تفرغ للزهد والعبادة الله سبحانه وتعالى وهذا حقه يعني أنا أستغرب من الذين ينتقدون هذا الرجل هناك الكثير من أصحاب الأعمال والمليارديرات الذين تركوا هذه الأموال وبعضهم كما تذكرون قصة الرجل الذي باع الفراري وزهب وأصبح راهبا بوزيا وآخر أصبح يعني هناك كثير من الأديان وهذا ليس شيء بالغريب يعني الإنسان أحيانا يمل من هذه الحياة الدنيا ومن أعبائها يريد أن يتفرغ هذا حرية له دعوه وشأنه هذا رجل الطيب هذا رجل زو الكلام الحبيب زو الوجه البشوش يعني أقل ما يمكن أنه يسر الناس بكلامه أنا شاهدته مقطعا جديدا له يجلس الناس وحديثه الممتع والشيق يعني الناس يرون فيه كثيرا من الأمل فدعوه يعني لشأنه ولا تكون يعني عقبة عليه أبدا على كل حال هذا رجل الطيب يعني كما قلت لكم كلامه طيب وجهه بشوش يعني يحبه الناس ويرتاحون له ومن هناك أي مانع يعني يعني دعوه وشأنه هو رجل يعني عنده أولاد كما سمعت وعنده ابنه كما يقال اسم ابنه سعيد طبيب مشهور وكاتب وله كتب كثيرة ومقالات في مجلات متعددة وله كتاب اسمه ناضة الإنسان إن كان هو ابنه كما يعني قرأت فما شاء الله عنه هذا الرجل حصل الكثير أولاد ما شاء الله حفظ للقرآن كتاب ويعني أنا والله أجتمع بهذا الرجل يعني حتى أقبل رأسه وأقبل لحيته الطيبة هذه لحيته الحمراء من هنا من استوك هولم أنا أوحيي هذا الرجل الطيب وأحيي كل من أحبه أوحيي كل من تابعه وأتمنى كما قلت يعني أن نستمع أكثر من كلامه الطيب كلامه الذي يذكرنا بالله سبحانه وتعالى وبالآخرة وأعتزل من الذين يعني لم يعجبهم مقطعي السابق وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولهم ولكلي وأسأل الله أن يحمي أهلنا في شبه جزيرة العربية وأن يفرج عنهم وأن يكون معهم وأن يكثر من أمثال أهل هذا الرجل الطيب وأمثال أهل العلم من تلك البلاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر